أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا على يوم الخميس 22 كانون الأول ديسمبر القمر موجود في برج القوس اليوم طبعا الآن هو موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورحيضا للقمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة وحدة وخمسة عشر دقيقة من ظهر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة بما أن القمر موجود في برج القوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج منجد الناس أكثر مرحاً مننطلق على سجيتنا ليتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفة والدراسات الدينية من ميل للترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسع نقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة عندنا أول زاوية هي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهذه تأثيراتها من اليوم 22-12 ولغاية يوم 4-1 طبعاً ذروتها يوم 25-12 بنصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري طبعاً اليوم ذروتها هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 26-12 اليوم ذروتها الساعة 12 و50 دقيقة فجراً هاي زاوية قلنا إنها بتبدد الحضوظ في أي مسعى من قوم فيه من ميل للعيش دون مستوانة وبرضو منبذر أموالنا وبتجذبنا للقمار والمضاربات اللي طبعاً ما بتكون لصالحنا ممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات أو العدالة بسبب أمور مالية هذا الاتصال غالباً بسبب مغالاة في النفقات والخسارات المالية وفشل المشاريع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين المريخ وهي رح تكون دروتها الساعة وحدة و48 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من الآن ولغاية ساعات الظهر بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى من قوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بكون محبط عاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة وبرضو اليوم ذروتها هي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس طبعاً هاي تأثيراتها من يوم 21-12 ومستمر التأثيرات لغاية يوم 23-12 اليوم ذروتها الساعة 9 و47 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينيتش هاي زاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما إنها بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون ذروتها الساعة 6 و19 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ما بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وبرضو تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية صباح يوم الجمعة زاوية التربيع السلبي اللي بين القمر وبين نبتن ذروتها الساعة 8 و15 دقيقة مساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بعد هاي الزاوية بيبدأ خلو المسار طبعا خلو المسار رح يبدأ الساعة 8 و15 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس ورح يظل مستمر لغاية الساعة 7 و 49 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة أو لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجدي هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس ذكرنا خلو المسار كما رح نعيده بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 28 يوم في تمام الساعة 5 صباحا بصير 29 يوم نسبة الإضاءة بصير 5% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 هي الآن منتحسة بنسبة 40% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% القمر في القوس حتى يوم 23-12 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات الصباح بصير منتحس منتحس بنسبة 25% عطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 100% الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 سعيد بنسبة 45% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الجدي حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-23 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ابتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم ابتستعيدوا حماستكم وبتنطلقوا في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة وممكن اليوم تتلقوا إشارة أو خبر كنتوا بتنتظروه هذه الفترة نشطة جداً وبتشكل محطة للانطلاق بورشة أو عمل جديد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة حاولوا انكوا تحسنوا أداءكم فاوضوا بمرونة استفسروا عن كل المعطيات حاولوا إيجاد حل وسط وحاضروا من المواقف المتصلبة وما تكونوا قاسيين مع أحباكم وما تهملوا واجباتكم برج الجوزة يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أو المصالحات ما بين الأزواج عشان هيك اليوم بتكون تتجنبوا الغضب والإنفعال وما تخلي أي شخص يستفزك لأن القمر موجود مقابلك يعني طاغتك ضعيفة فبرضو بدك تحمي سمعتك من أنك تشوهها بتصرفاتك عليك خوض الامتحانات قبل الحصول على الجائزة وحاول أنك تتحامل على نفسك برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو اليوم بتكن تنتبهوا لغذائكم وراحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم وما تخلي أي شخص يثير إنفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحتراما للموعيد وعلاقاتك بزملائك أيضا برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم الطاقة عالية وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم بترتفع المعنويات ولكن بدك تكون أكثر مرونة ممكن اليوم تحقق إنجاز مهم أو تنتعش العواطف عندك من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة والأجواء مناسبة لكل الأمور برج العذراء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة وبتكثر عندكم بعض الضغوط والمتاعب العائلية أو المسؤوليات وتعتبر هاي فترة فيها بعض التوتر على صعيد شخصي أو عائلي فعشان هيك بدك تحاذر من الخلافات والمشاعر السلبية اللي ممكن تعاكسك بعض الظروف اللي ممكن تسبب لك إرباك برج الميزان بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات القصيرة وطبعا هذا يوم مناسب لإجتهاز امتحان وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار بناسبك اليوم تكثيف التحركات تقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة تعتبر هاي فترة إيجابية جدا برضو لازم تستغلها برج العقرب تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وتمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخططوا لمرحلة جديدة أو تحددوا أولوياتكم ميزانيتكم المالية وممكن تتلقى هدية أو تقدم على استثمار رغم أني أنا ما بنصح بالفترة هاي بالاستثمارات والمغامرات المالية بسبب الزوايا اللي ذكرناها اليوم ممكن تظهر بعض المصاريف المنزلية الطارئة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم كتبادروا لخطوة جديدة اداعم من مكانتكم الاجتماعية بالطالعك اليوم أمور إلها علاقة بخبر وهذا الخبر بيكون بمثابة لا إشارة أو انطلاقة جديدة تعتبر فترة نشطة وفيها حماسية بفضل وجود القمر اللي رغم ما وجود عندك فاليوم ممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع جديد برج الجدي يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الجمعة فعشان هيك بدك تستريح وحاول إنك ما تعرض نفسك للمسؤوليات الكبيرة والصعبة والفارغة من الحضوض خففوا وطيرة عملكم ما تحسموا أمر ما تنجرف وراء أفكارك السوداء والهواجس والشك والغيرة حاول إنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم وهذا يوم ممكن تحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم شي إنكم ما تبقوا وحيدين بل سارعوا للمشاركة في أي مناسبة اجتماعية أنت اليوم بحاجة إلى النصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز أهم شي إنك ما تهم الواجباتك وكون منظم ودقيق برج الحوت يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة اليوم رح يتغار على مصالحك وممكن هذا اليوم يكون يا أسوأ يا أنجح أيام الشهر على حسب استعدادك وضبط أعصابك تأثيرات القمر إثقيلة على الأعصاب والمعنويات خلال هذا اليوم أهم شي إنك ما تتذمر على مسمع من أحد وأصبر وأضبط أعصابك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر